نحكي شوية على الغياب ولكن مشي العبدو رح نحكي على غياب الفنانة سارة العلامة عن الشاشة الرمضانية في رمضان المقبل أنا واحدة حب نتفرجها يا ناس نعم حب نتفرجها غياب سارة العلامة عن الشاشة يعني لايف المشاهير تمكن من معرفة الأعمال اللي اعتدرت عليها سارة العلامة في هذا رمضان يعني كان مسلسل يمه ثلاثة البطحة وحب الملوك نشوفوا ورقة على هذا الموضوع أعلنت الممثلة سارة العلامة قبل أيام غيابها عن شاشة رمضان الفين واثنين وعشرين وهذا بسبب عدم اقتناحة بالأدوار اللي تعرضت عليها واللي مرحش اضيف لها في مسيرتها الفنية وقالت سارة أنه حان الوقت لإنتاج أعمال خارج الموسم الرمضاني خاصة في زمن المنصات الرقبية اللي أصبحت حسبها تستقطب المشاهد أكثر من شاشات التلفزيون ورغم أنه السندريلا كما تلقب ما كشفتش بالأسم العروض اللي وصلتها إلى أنه لايف المشاهير عرف من الكواليس أنه صارت لقت عرض من منتج مسلسل يمه ثلاثة وأيضا عرض آخر من سلسلة البطحة اللي توقف لظروف إنتاجية كذلك سلسلة حبل ملوك اللي راه تتصور حاليا في تونس تحت إدارة المخرج نصر الدين سهيلي هذا وكان جمهور صارة يستنها بالشغف من خلال مواسم جديدة لمشاعر أو مسلسل المليونير هذا الأخير اللي تمكنت لعلامة من تغيير جلدها فيه حيث شفناها قدمت من خلاله دور كوميدي يضاف لمسيرتها المعروفة بالأعمال الدرامية أما بخصوص مشاعر قالت سارة بأنه انفضل انتهاء قصة المسلسل وهو في أوج نجاحه على عرض موسم ممكن ما ينجحش أو يلقى نفس صد الموسم اللي سبقه احنا الحاجة اللي علبنا بهذه كأعمال سارة العلمة حبوها ومميزة خصوصة أنا حبيتها في مليونير دو كنا نحكوه في الكواليس مليونير شخصية واحدة أخرى مش لقعتمهم ما فيه نشوكوه عموما هي تكون داتي استراحة محارب هكا باش تحضر نفسها الأعمال الكبرى أخرى واللي نتمنى أنها تكون ناجحة